تعال بقى نروح لرجل مفيش منه كتير قليلين هو أو والده يعني الشيخ ياسين التهامي علامة علامة حقيقية ومهمة في الإنشاد الديني ومدرسة بالمناسبة ثم يأتي صديقنا يعني محمود التهامي محمود ياسين التهامي ليسير على نفس الضرب بطريقة خط بالك يسير على الضرب بتاع مولانا الشيخ ياسين اللي هو الإنشاد الديني يتعلم من الوالد اللي هو أستاذ يتعلم منه العشرات والمئات والألاف بس محمود كمان عنده طريقته وعنده أسلوبه ويمكن ده العمل تميز لمحمود فييجي محمود التهامي يشارك في فعالية سلام حب تسامح الفعالية دي بتاعت سلام حب تسامح يشارك فيها 300 موسيقي عالمي جايين من كل أركان العالم بهرجان أبو ظبي يستضيف هذه الفعالية ومعانا احنا بقى نستضيف على التليفون منشدنا الرائع والجميل الممتلئ بالعدوبة محمود التهامي ازايك؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وانت طيب يجوه وانت طيب وبشكرك على المقدمة الجميلة دي حبيب يا محمود قلت ليه يجوه يبقى ازايك أبو حنفي عامل ليك؟ أخبرك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام أحب طبعا أشوفك قريب جدا أوي خالص بس الأول يعني مشاركتك بقى في الفعالية وفي المهرجان حكيلي كده أنا طبعا ليه عظيم الشرف أن أنا أتارك في السمفونية الثلاثية حب سلام تسامح وهي السمفونية العالمية طبعا من إنتاج مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبو ظبي برعاية كريمة وبرئاسة السعادة هدى السميس كانوا يعني يعتبر صاحبة الفكرة والهيئة يعني مشكورا على مدارك أنا أو أكثر من عام قامت بجامعة هذه التأليفة العالمية من كل الثقافات وكل الأجهزة الفنية والموسيقية نخبة كبيرة من الفنانين العالمين نحن معانا ميسل سكوت من الولاية المسجدية ومعانا سويت الأمريكية ومعانا ناس وثومي جور من كوريا طبعا ومعانا أوركستر وأكاديميت بيتوفن المشهورة طبعا وميسر 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 ومشكور يعني هو اللي كان بيقول السمفونية دي طبعا يعني جمعت ما بين ثلاثة من أكثر المؤلفين العالميين يعني باع في التأليف نحن معانا ديبيت شاير طبعا الحاجزة الفكر ومعانا ديبني طبعا الحاجزة على جهازة إيمي والجميل القادم بقوة الإماراتي إيهاد ترميش تقائد على تفتيح جيبات ترامي وليه عظيم الشرف يعني أن مشاركتي كمان تأتي في مصاحبة مدرسة الإنشاد بنصر ربنا شرفني اتطرف عليها بمشاركها ألوه أيوة معك أيوة معك سمعني كده طيب آه سمعت عظيم جدا الأنشهودة في حد ذاتها أكتر من رائعة دا مما لا شك فيه زي ما أنت قلت دي سينفونية عالمية بيشارك فيها أبرز الفنانين ومن داخل مهرجان دبي ودي في حد ذاتها فكرة رائعة مسألت الإنشاد الديني في حد ذاتها محمود إن هو يبقى جزء لا يتجزأ من الفن والموسيقى العالمية من الذائقة العالمية ما كناش نتصور دا يعني كان عندنا دايما إن احنا بنشوف المنشدين الكبار بتوعنا على مدار تاريخنا المصريين بالتحديد موجودين بحفلاتهم في العالم على اختلاف الأجيال أما إنه نبقى جزء لا يتجزأ هذا الفن الإنشاد الديني مابين قصين بالطريق المصري موجود على خريطة الموسيقى العالمية دا ما كانش في دماغنا بصراحة والله يعني أنا يعني باستغل الفرصة أوجه الشكر والتحية اللي تعدد هودا كانوا رئيس المسجان ومدير مهرجان أبو ظبي لأنه لما يعني ارفقت الفكرة تاتل إن الجزء الخاص من السنفونية الخاص بالتسامح والخاص بالدين الإسلامي واللغة العربية فقط يعني قالت الوحيد اللي هيقدر يعمل دا محمود التهمي الله كان الثقة طبعا يعني أتمنى أن نكون جدير بيها الحمد لله وكان ترفيح طبعا أشرف بي من من سعادة هودا في الخميس كانه طبعا والحمد لله قدرنا من خلال الفكرة التسامح والخاصة بالدين الإسلامي إن احنا نبرز فيه دور الإنشاد ونجعله فن يواكد كل تطور في مراحل الحياة وتركيبة المجتمعات من خلال مقاييز جمالية وفنية بنعتمد أساسا كمعايير لقياس مواصر الحضارات يعني طبعا وكان يهمني جدا كمان وجود اللغة العربية القصة يعني ليس إنشاد فقط ولكن إنشاد تراثي باللغة العربية الفطحة حتى يكون هناك دور بارد للإنشاد واللغة في الفنون العالمية والحمد لله استطعنا إن يكون هناك اندماج مع مقاومات الخطاب الموسيقي العالمي حتى نضمن بقاء هذا الفن يعني نقول لنا توثيق وأثر وثيق مع العالم كله في أي شيء تحتضل الثقافة الموسيقية والتراثة الموسيقية العربية الله ينور الله ينور رجعت من أبو ظابي ولا لسه؟ أه الحمد لله رجعت من ثلاث يام الحمد لله على السلام ورحنا عن الودي الجديد كان لي أشرف طبعا افتتاحها مؤتمر أدباء مطر وكان لي أشرف برضو إن أشارك مع وزارة الأثار في بمناسبة مرور ميال 19 عام على الحضارة الإسلامية الحمد لله أنا تم تكريمي من الدكتور مصطفى وزيرة والمجر والأقل من العام فالحمد لله يعني أهو يا مياسر الحال حلو قوي كده احنا نرمنا إنك موجود في مصر فإحنا هتلاقينا بقى بنزن عليك الكام يوم اللي جايين كده عشان تنورنا ويبقى في عندنا بقى ليلة حلوة كده بصوتك يا حبيب أنا أتكرار يا سيدي ربنا خليك يا رب ربنا خليك يا رب كل الشكر لك منشدنا الرائع والجميل الممتلئ بالعدوبة الشيخ محمود التهامي كم معانا على التليفون